ونبقى في الشأن الفلسطيني حيث قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا رامي الحمد الله قدم استقالته للرئيس محمود عباس يأتي هذا فيما لم يتبين بعد إذا كان عباس قد قبل الاستقالة أو ما هي تظروف التي دفعت الحمد الله إلى الاستقالة وذلك بعد 14 يوما من أداء اليمين الدستورية خلفا لسلام فياض في خطوة مفاجئة وغير متوقعة قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا رامي الحمد الله قدم استقالته للرئيس محمود عباس يأتي هذا فيما لم يتبين بعد إذا كان عباس قد قبل الاستقالة أو ما هي تظروف التي دفعت الحمد الله إلى الاستقالة وذلك بعد 14 يوما من أداء اليمين الدستورية خلفا لسلام فياض وعقدت حكومة الحمد الله جلستان فقط الأولى كانت في الحادي عشر من يونيو الماضي وخرجت أول تظاهرة ضد الحكومة الجديدة في نابلس تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار فيما زار الحمد الله قبل أيام مدينة القدس المحتلة وتجول في ساحات المسجد الأقصى وتفقد عددا من المؤسسات الحكومية من جهة أخرى توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر إعلام فلسطينية أكدت إن ستة جرفات كبيرة توغلت نحو 200 متر في شرق بلدتين القرارة وعبسان الواقعتين شرق خان يونس انطلاقا من موقع كيسوفيم العسكرية يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقوموا بعملية توغل شبه يومية في أراضي الفلسطينيين داخل قطاع غزة حيث عمل أخيرا على فرض المنطقة الأمنية العازلة داخل القطاع المحاذية لسياج الأمنية ويعتبر الفلسطينيون عملية التوغل خرقا لاتفاق التهديئة الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي في القاهرة بوساطة مصرية ودولية